هل كنتم بتحقيق اللقوف على أسباب وفاة الرئيس ورصد اللحظات الأخيرة قبل وفاته؟ إحنا قمنا بأعداد تشكيل لجنة لأعداد تقرير كامل عن ما حدث الدكتور محمد مرسي منذ وقاعة القبض عليه حتى وفاته يوم 17-6-2016 وأصدرنا في هذا الأمر تقرير ثم تقرير رحيل الرئيس تضمن هذا التقرير كافة الانتهاكات التي تمت منذ القبض عليه من إخفاءه قصريا ثم إيداء ومكان خاص بالقوات المسلحة ثم الإهمال التب الذي تعرض له ثم القضايا التي لفقت لها تقرير تضمن كافة القضايا التي لفقت للدكتور محمد مرسي وتم محاكمته ثم الدوائر الذي حكم أمامها الدكتور محمد مرسي محاكمة غير منصفة وغير عادلة ثم انتهينا إلى ما تم في وقاية قتل الدكتور محمد مرسي بتفصيل تام لأننا تواصلنا كل من استطعنا أن نصل إليه وكان حضرا للجلسة استمعنا منه ما حدث تحديدا يعني عدد منهم قريب جدا جدا من الدكتور محمد مرسي ومن الواقع وتواصلنا إلى كيفية هدوث الواقع بصورة واضحة نحن نتشكك كما قلنا في وقاية الوفاء بصورة أساسية والتقرير انتهي إلى ذلك أن الوفاء يعني يشوبها كثير من الملابسات بصورة واضحة يكفي أن المشهد الأخير يعني دائما نقول الدكتور محمد مرسي حدث حديث الواثق من نفسه المتحكم في كلماته لما يكون حديث رجل مشرف على الموت أو داخله بيحتضر على الإطلاق بالعكس تماما كان يتحدث درجة أنه قام بسرد عدد من أبيات الشعر وقام بسردها أمام شاشات التلفزيون وسماع عدد كبير من الناس وقام بالحديث عن طلب رئيسي خاص به وهو الالتقاء بالمحكمة في غرفة المدولة في حضور المحامي الخاص به لأنه له طلب أساسي تحدث عنه صراحة رجل مشرف على الموت لكن ما زال التحقيق لديكم كمجموعة من المؤسسات الحكومية ما زال يعمل للوصول إلى نتيجة واضحة التحقيق انتهى إلى أن الوفاء غير طبيعي لذلك فنحن حينما طلبنا بإجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف انطلاقا مما وصلنا عليه مع أن ظروف الوفاء غير طبيعي